بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنبدأ دلوقتي مع بعض إن شاء الله شرح Chapter 4 اللي هو CNC Turning Center Programming Exercise وهذا يدبع Part 1 اللي هو Computer Numerical Control بنعرض لي Learning Outcomes لهم recognize the basic machine products obtain and understand of machine configurations, determine the programming features بنجي نتكلم على CNC Programming Hints بما إن احنا هنشتغل على programming في بعض الأمور اللي لابد نحن نتوالها ونوضحها لإن هنشتغل بيها إن شاء الله في البرنامج أو في البرنامج اللي احنا هنشتغل بيه. أول حاجة بيقول لي إن هذا الرمز indicate the XZ zero location which is the starting point for the program. بعدين نقطة اللي نبدأ منها البرنامج بيقول لي برضو من الهنس اللي انت لازم تضعها فاعتبارك for programming to run the machine it must be contain the following codes. لازم M03 ومش شرط M03 عنها. بيقول اللي هي اللي يتعلق ب the spindle on to start the spindle revolving سواء إن كانت M03 أو M04 ال S اللي هي the spindle speed code to set the RPM لازم برضو تكون موجودة في البرنامج. ما ينفعش برنامج يشتغل من غير M وال S وال F اللي هي ايه الفيد ريت. تعال نقول لو نازم ببرغرامنج لتابر أو بيفل أو أنجلز يقول لي في هذه الحالة أنا بتعامل زي ما شرحنا ووضحنا الكلام ده معاكو إن إحنا عندنا cnc turning machine بيتشتغل في two axes اللي هما X و Z يبقى أنا لما أقول X يبقى أنا بتعامل مع diameters لما أقول Z أنا بتعامل مع length بتاع work piece فبيقول لي عشان أعمل البيفل البيفل لازم يقول تابر أو الأنجل the X Z coordinates of the small diameter لازم أكون عارف ال X و Z بتاعت ايه the small diameter وكمان مين والlarge diameter and the feed rate اللي أنا هشتغل بيه يبقى دي الطريقة اللي هعمل بيها سواء التابر أو البيفل أو الأنجلز بنيجي برضو بقول من الهنس اللي احنا عايزين نعرفها إما يجي أعمل أعمالية في البرنامج لازم أعرف Z positive إمتا و Z minus إمتا لأن البرنامج عايز تكتب له الكودز بتاعتك صح لأنه هو ده اللي هيتنفذ بمعنى أنه لو ديت إشارة مخالفة هيمشي الـ tool movement هتمشي في اتجاه عكس الاتجاه اللي انت مبارمج عليه فبيجي بيقول لي إيه Z move the cutting tool longitudinally away from the end of the work piece دي طبعا إحنا by default معروف أنه مش مدروحة Z plus معروف أنه ايه by default Z من غير ما نحطه قدامها plus or minus أنه ديفولت أنه مقابل لكن لما يجي أقول ليه Z minus move the cutting tool along the lens of the work piece toward the chuck إذن Z لإما بتتحرك away from the chuck اللي هي تبقى بال positive أو تتحرك toward the chuck ليه ايه Z بالـ يبقى إذن أنا عرفت في البرنامج لما كتب Z minus 5 يبقى معناه أنه أنا متوجه إلى ناحية للـ chuck بمقدار 5 ملي متر تعالى للـ X قال لي X move the cutting tool away from the work piece diameter بكذا نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع نراكم إن شاء الله في مقطع أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته